ماذا هو الاسم اليوم؟ الآن سترى طبعاً لا السلام على أشهر ريحة لماذا هناك زيت في الصالون؟ لم أتحدث لا تدخلوا على المطبخ؟ مين يعمل العصير؟ هناك أحد يعمل عصير جزر بالخلاط ومع حليب أيضاً أنا لم أكن أعرف الآن صرت تعرف؟ نعم طب الحمد لله ما هذا؟ قهوة؟ كيف؟ كيف وصلت القهوة على السقف؟ ولكم كلها ساعة اللي طلعتها يعني عشان ما بشوفكم تعملوا اللي بدكم إياه طب ما هو الله بصير البصير معنى اسم الله البصير الذي يرى كل الموجودات ولا يخفى عليه شيء البصير بشوف أصغر الأشياء ندفة التلج حبات الرمل مخ البعوضة والبصير بشوف أكبر الأشياء هلا سور الصين العظيم إذا حتصوروا من قريب عشان تشوف تفاصيله حتلقطوا كله وإذا حتصوروا من بعيد عشان تلقطوا كله لا تشوف تفاصيله ولكن البصير بشوف الأشياء بتفاصيلها مهما كبرت ونحن نرى ظاهر الأشياء من بره والله يرى ظاهرها وباطنها يعني بتذكر الأولاد كانوا يفتحوا خزائن المطبخ يشيلوا الورق عن العلب أمسك العلبة لا أعرف هذه العلبة تفول أو درة أو فصولة ولكن البصير يرى ما يوجد داخلها البصير يرى الدم يمشي بعروقنا يرى الفيروسات والبكتيريا ولا يحتاج مجهر ولا أشعة ولا سنار يمكن تضحك على كل الناس وتفهمهم أنك صايم والله البصير يرى قطرة الماء وانت بتبلعها عمداً وانت بتتمضمض إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء بشوفنا في السبب وبشوفنا في الليل وبشوفنا بالضباب وبشوفنا لو سكرنا علينا الباب وما في مكان تتخبّ في من الله وين ستذهب؟ ستدخل الغار؟ ستحفر حفرة؟ وتغوز في البحر؟ وينما كنت بشوفك؟ ماذا فعلت ترى؟ ممكن تكون بالامتحان ورقة زميلك توقع تحت رجلك لا يوجد بني آدم بالعالم لا يوجد كاميرا تستطيع تلقط عينك إذا تظهر على الورقة أو لا لكن الله البصير يرى حركة عينك ومجال نظرك يرى ما ترى وما ترى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فلا تزعل لو تعمل منيح والناس ما شافتك ممكن تكون قاعدة تدرس ثلاث ساعات وراء بعض بعدين تزهق وتفتح اليوتيوب عشان تسلي حالك شوي يقوم بها اللحظة يدخل أبوك ايش هذا؟ عامل حالك بتدرس؟ طب والله البصير اني درست ممكن تطلع عينك عشان تخلي الغرفة هيك وفي لحظات معدودة تصير هيك ماما ترى انا سويت غرفتي مم واضح ما علش انتي ما بتسدقيني الله بصير صح مش امنا اللي حد جازينا لا امنا ولا ابونا ولا المدرس ولا المدير الله اللي بجازي و الله بصير يبقى نعمل أعمال تخلينا نفخر بحالنا قدام الله اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك من يشرح لي كيف وصل الكتشب تحت الطاولة؟ اشتركوا في القناة